بسم الله الرحمن الرحيم لتحقيق النجاح إننا أشوف التقاوي المعتمدة من مكان موصوق فيه وإنه في نفس الوقت ألتزم بالسياسة الصنفية على فكرة على مستوى العالم كل الحكومات والدول بتسعى جاهدة إنها تحافظ على إنتاجياتها من محاصيل استراتيجية وعندنا في مصر ده بيحصل من خلال علمائنا ومن خلال مركز البحث الزراعي في زيادة سكانية في مصر 2.5% تقريباً سنوياً وإحنا وصلنا 110 مليون نسم في محددات للقطاع الزراعي زي كمية المية ومساحة الأرض مساحة الأرض سبتة فيه استصلاح للأراضي الجديدة وفي نفس الوقت فيه جزء خرج من الأراضي القديمة بالبناء على الأراضي الزراعية أو التبوير وبالتالي إنت بتتكلم على كيفية الحفاظ على الاستدامة في الإنتاج بنستورد آه بس بالرغم من أن إحنا عندنا زيادة سكانية لكن معدل الاستيراد سابت ده معناه نفيه زيادة في الإنتاج نفس الحال لو جينا نتكلم على المياه حصتنا من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب من لما كنا 29 مليون نسم نهار ده إحنا 110 مليون نسم فده بيتطلب الاستفادة من كل قطرة مياه ده علاقته إيه بالزراعة؟ الزراعة بتستهلك نصيب الأكبر من حصتنا في مياه نهر النيل وكل توفير في استخدام المياه أو التحديث لطرق الراي هو بمثابة توسع فيه زراعات جديدة غيف الخبز اللي ما نقدرش نقول ما فيش مواطن ما يستغناش عنه يوميا مطلوب منك أن أنت توفره ل110 مليون مواطن تقريبا في نفس الوقت إحنا النهار ده بنتكلم على السياسة الصنفية عشان نحافظ على الإنتاج ونحفظ محاصنة من الإصابة بالأمراض اشتركوا في القناة